السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شاب تانية سنة لغات. النهاردة ان شاء الله هنشوف مع بعض حل اسئلة درس. يلا نبدأ بسم الله. عندنا هنا اول سؤال بيقولي. في المركب اللي قدامي طبعا كلنا عارفين ان المركب ده هو الاتب. ده الادينين اللي هو ال. وزد اللي هو الريبوت شجر. وعند هنا ثري فوسفيت جروب. تماما فده الاتب. بيقولي لما الربط اكس دي تتكسر ايه اللي هينتوك? هينتوك انرجي ولا اي تي بي ولا ووتر ولا كاربون ديوكساد اقول له انرجي. ايه اللي هينتوك عندي انرجي? ليه? لان احنا اخدنا اكويشن بتقولي لما بيتكسر الاتب ولا اي دي بي تطلع كمية من الانرجي مقدارها من سيفن لتولف كيلو كالوري بير مول. تمام? اه. اي لانها قبل كده. عندنا. اعملها لكم في فيديو الشرح. لو رجعتوا لفيديو الشرح يا شباب. اه. من تكسير الاتب الى اي دي بي. من سيفن لتولف كيلو كالوري بير مول. وعملتها لكم في فيديو الشرح لو تفتكروا. اه. بصوا معايا. الاتب لما بيتكسر الاتب بلاس بي. اللي هي ادينوزين بلاس فوسفيت جروب. بتطلع كمية من الانرجي مقدارها من سيفن لتولف كيلو كالوري بير مول. تمام كده? طيب اول حاجة عندنا اللي خارج هنا من تكسير البوند اكس هو انرجي. طيب نكمل. بيقولي هنا. تمين الجزء المختص بتغزين الانرجي. عمطاً اللي بيخزن الانرجي الكيميكال بوند. الرابط الكيميائية. من اكس هنا هي كيميكال بوند. رابطة كيميائية. فهنقول اكس هي اللي مخزنة لإيه الانرجي. تمام كده شباب? اتفهم. طيب نيجل نمبر تو. بيقولي. which of the following is the reason that ATB molecule represent the energy currency in the cell? يعني ايه اللي بيخلينا نقول? ان الATB هو عملة الطاقة في الخلية. هل علشان the smallest molecule of energy in the cell? اصغر جزيئات للطاقة في السل? لا مش ده السبب اللي بنقولها. بيخلينا نقول عليها. هو بنقول عليه كده عشان بيسهل تداولها. طيب بيخزن اقل كمية الطاقة ازاي? زا كان احنا عندنا البوند الواحدة في الATB لسه شايفين. لما بتتكسر بتدينا من سيفن لتولف كيلو كالاري. كيلو سعر حراري. بر ايه? برمول. لا مش حكاية انها بتدينا اقل كمية الطاقة. تب زي ترونسفير energy easily بتنقل الطاقة بسهولة. ايه طبعا. هي بنسميها energy currency of the cell. لانها ترونسفير the energy easily بتنقل الطاقة بسهولة. تب زي كان سيف their energy for a long period. انها تقدر تخزن او تحتفظ بالانرجي لفترة طويلة. لا. هو السبب في تسميتها. energy currency of the cell. اللي هي نزي ترونسفير the energy is. لانها بتنقل الطاقة بسهولة. عشان برفورم function of the cell. تعب نيجي للمبر ثري. بقولي هنا. what is the difference between the structure of ATB molecule and ADB molecule. ده اسمه ادينوزين ترايفوسفيت. وده ادينوزين دايفوسفيت. الفرق بينهم واحدة بس. يعني بصد كده. الشكل عادلان. لو كسرنا البوند دي. وبقت الفوسفيت جروب لوحدها. ده كده الواحد. وهيبقى الكونباوند ده من غير الفوسفيت جروب دي. هيبقى اسمه ادينوزين دايفوسفيت. اللي هو ADB. يبقى فل ال ADB من ال ADB هو ال number of phosphate group. يلا نشوف كده الايجابات. دي يقول لي هنا. type of sugar. لا هو كده كده الشجر اللي في ريبوز. type of nitrogenous base. اقول له لا كده كده ال nitrogenous base. ادينين. number of phosphate group. اقول له ايوة. number of phosphate group. بتبقى 3 phosphate group في ال ADB. وتو phosphate group في ال ADB. تمام كده? number of carbon atom? لا. تبنيجي question number four. بيقولي. مين اللي بينشاطر اثناء اكسادة الجلوكوز? واحد يقول لك جلوكوز اقول له لا. فسفوغليسرالضهايت برضو لا. جلوكوز سكس فوسفيت لا. او مال مين? فراكتوز وان وسكس ضيفوسفيت. ليه? تعال كده ما نشوف. من الجلايكولوسز هتلاقي الفراكتوز وان وسكس. هو اللي بينشاطر. مص كده معي. اهو. 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 مص لي كده? الفراكتوز وان وسكس ضيفوسفيت. هو اللي حصل له سبليتنج انتو تو بيجال او انتو فيسفوغليسرالضهايت. يبقى اللي اتقسم اتنين اهو ده. كان سكس كاربون. اتقسم لاتنين. كل واحد منهم سري كاربون اسمهم البيجال. او الفيسفوغليسرالضهايت. تمام? يبقى احنا هنا خلاص عارفنا ان الفراكتوز وان وسكس ضيفوسفيت هو اللي بيحصل له طيب. نكمل. بيقول لي. اه في اي من الجزيئات اللي اتاها كمية اللي هي كمية الطاقة اللي بتنتج مباشرة. خلي بالك من كلمة مباشرة من الجليكولوس في السيتوسولستورد بتخزن فين? طبعا بتخزن في الاتي بي. نمبر ايه? تخزن عندنا فين في الاتي بي? طب ليه قلنا طبعا من غير منبوس? تعالوا ما نشوف مع بعض الجليكولوسوس. لما اخذنا الجليكولوس زي شباب قلنا ان في الاول تم استهلاك اتنين من الاتي بي. اهو متكسروا وتحولوا الى اي دي بي. اتنين. وتم انتاج هنا فور اي تي بي. فقلنا لما نكون مستهلكين اتنين اي تي بي والناتج فور اي تي بي. يبقى انا بقوله فور مينس تو اكوال تو. يبقى الناتج بالنسبة لي هو اتنين اي تي بي. تمام? ده في ناسة تقول اتنين ناد بوسط هصلهم لاتنين ناد اتش. طبعا انت عارف ان الناد اتش ده آآ كل ناد اتش بيعادل او بيكون تلاتة اي تي بي بس الكلام ده فين? في الالكترون ترانسبورتشين في الميتوكوندريا. والسؤال بتاعه في السيتوسول اللي هو ايه? يبقى انا بقوله هنا الانرجي اللي بتطلع مباشرة من اهو مستمعية كده. الانرجي اللي بتنتج مباشرة من في السيتوسول بتتخزن في مين? في الاتبي. طبعا الناد اتش اللي لازم محتاج الالكترون ترانسبورتشين. فاد اتش ده مش موجود غير في ربس سايكل. اتي بي وناد اتش اقول له لا اتي بي بس. تمام? نكمل. آآ عندنا هنا نمبر سكس بيقولي التفاعل ده ان ان خلي بالك الاول ده ادي بي. دي كده بي. يدينا ده كده اتي بي. تمام? فبيقولي الراكشن ده بيحصل دورينج ليكولوس. وين? امتى? لما ايه بيتكون? هو الراكشن ده بيحصل لما ايه بيتكون. يلا نشوف كده مع بعض. لما الجولكوستيكس فوسفيت يتكون? اقول له لا. ده الجولكوستيكس فوسفيت وقتها بيحصل العكس. ان اتي بي بيتكسر لاد بي. فالفوسفيت جروب دي هي اللي بتدخل على الجولكوز عند الكربونا نمبر سكس وتعمل جولكوستيكس فوسفيت. تقول له لا. ده بيجي من تحويل الشكل. يعني اول ما بتدخل على الجلوكوز بيحصل تغير في الشكل الفراغي ويدينا الفراكتوز وان وسكس دايفوسفيد. ده بيجي برضو بتكسير اي تي بي الى اي دي بي بلاس بي. فالفوسفيد جروب دي تدخلها في الفراكتوز عند الكربونا نمبر وان. وتكون فراكتوز وان وسكس دايفوسفيد. ما ده بيحصل فين? اثناء تكوين البيروفيك اسد? او ايوة. عندي تكوين البيروفيك اسد. تب ازاي? يلا نشوفها. ادي الجلايكولسيز. بصد كده. قبل ما يتكون البيروفيك اسد ايه اللي حصل? طبعا التو بيجال او تو فسفو جليسرال دايت حصل لهم اوكسيديشن والدونة تو بيروفيك اسد. تمام? الكلام ده طبعا قلناه مع بعضة في الشرح. طيب. اه نيجي بعد كده. ايه اللي حصل هنا? فور اي دي بي اللي هما ادينيزين دايفوسفيد. اتحدوا مع فور بي اللي هما فور فوسفيد برو. تمام? اللي بتخرج من الفسفو جليسرال دهاي. ويديني فور اي تي بي. يبقى حتت ان اي دي بي بلس بي يديني اي تي بي. ده كان اثناء تكوين مين? او عنده تكوين البيروفيك اسد. تمام كده? يبقى عشان كده اخترنا الانصر نمبر دي. نيجي لنمبر سيفن. طيب احنا محتاجين ايه? علشان الكريبس سايكل دي تحدث. يلا نشوف مع بعض يا شباب. اول حاجة بيقول لي جولوكوز. لأ انت عارف البيروفيك اسد هو اللي بيدخل كريبس سايكل. تمام? على هيئة اسيتايل. طب الناد اتش? لأ احنا محتاجين في كريبس سايكل ريسبيراتوري انزيم. محتاجين ايه? طب محتاجين اتش بي مولوكيول بالعكس ده كريبس سايكل هي اللي بتطلع عوان اتش بي مولوكيول في السايكل الواحدة. يبقى هنا اللي محتاجاها لانه واحد يقول لي هنا. طب الناد اتش لأ ليه? احنا اللي بيحصل له الريدكشن بيبقى هو اللي بتحاول للناد اتش. يعني برضو علشان نبقى مقتنعين. نيجي الكريبس سايكل. اهو الكريبس سايكل. اللي احنا بنحتاجه فيها نات بوزتف. ليه نات بوزتف? عشان بيحصل له الريدكشن بتحاول للناد اتش. اهو. مش محتاجين للناد اتش نفسه. تمام? طب انا عرفتي كده احنا محتاجين وهو قال لي اساسا من الاول في الشرح. يعني الناس اللي ناسية. ارجع لفيديو الشرح. لما قلنا ليه الميتو كوندريا? اه هي اللي بيتبني فيها معظم المراحل بتاعة اه بتاعة الجليكولوسيس او مراحل السيلور رسبايريشن سوري. قلنا هنا الجليكولوسيس طبعا بتحصل فين? في السيتوسول. اما الكريبس سايكل واليكترون ترانسبورد بتحصل فيه الميتو كوندريا. قلنا ايه السبب? ان الميتو كوندريا دي فيها رسبايراتوري انزيم. وهو تروكو انزيم وفسفيت جروب. فهنا وجود الرسبايراتوري انزيم دهام. علشان تتم مين? كريبس سايكل. تمام كده? عشان كده خدنا الرسبايراتوري انزيم. تم نيجي الكويتشن نمبر ايت? بقول لي. كم ناد اتش? دي يجي من دورتين للسيتريك اسد. اولا ما يقول لك سيتريك اسد سايكل. يبقى هي نفسها الكريبس ايه? سايكل. تمام انا عندي الكريبس سايكل الواحدة فيها سري ناد اتش. يبقى اللي اتنين فيهم سيكس ناد اتش. تمام? نأكد. بصوا كده. نرجع الكريبس مرة تانية. بصوا معايا كده شباب. عندنا الكريبس اهي. فيها ناد اتش ادي وان تو سري. طيب لما تلفوا كمان مرة سايكل دي يبقوا زمن السيتريك اسد او الكريبس سايكل بدل سري ناد اتش هيقوس اكس ناد اتش. تمام? طيب هنرجعني كامل. بيقول لي هنا نمبر ناين. شايفينها? بيقول لي. سهلة. انا عارف ان الاي تي بي. كعدد الاي تي بي. اللي بينتج من الجليكولوسوس للجلوكوز الواحد. اقول له الواحد جلوكوز. في الجليكولوسوس بيطلع اتنين اي تي بي. طيب لما يقول لك ان انت عندك فور جلوكوز. هيطلع كم اي تي بي? اكس معرفش. اقول له تو باي فور دفايد ادوان هتبقى اي تي بي. لو الجلوكوز يقول لي هنا. هي الاحماض الدهنية بتدخل في التنفس الخلوي على هيئة ايه? وان كاربون ولا تو كاربون ولا تري كاربون ولا فور كاربون اقول له لا تو كاربون ليه? لانها بتدخل على هيئة فاتي اسد بتدخل على هيئة اسيتايل. الفاتي اسد وكبين الامينو اسد على فكرة بالمرة بقى. عشان لو جلنا سؤال عليها يبقى قلناهم ان نرجعش تاني. بصوا معايا كده. احنا قلنا ان الاسيتايل جروب دي مش بس تجيه من البيروفيك اسد اللي اساسه الجلوكوز. تكسير او هضم الفاتس. الفاتي اسد. لو الفاتي اسد الكسطاري بتلطحك هنا بالكريبس سايكل على هيئة اسيتايل اللي هو تو كارب. وكذلك البروتين لما بيحصل له ان هو لامينو اسد. الامينو اسد دي بتتكسطر وتدينا اسيتايل. تدخل معنا في كريبس ايه? تمام كده? نيجي للسؤال اللي بعده نمبر اليفن. بيقول لي. what is the number of ايتي بي مولوكيول that are resulted direct? اللي يخلي بالك من الكلام. اللي بينتج مباشرة from the complete oxidation من الاكسادة الكاملة of two جولوكوز مولوكيول. تمام? تب نركز. هو عايز الاتبي اللي طلع صريح. دايركت اللي يعطلع اتي بي اتي بي. مش الناد اتش اللي هدينا بعدكها تلاتة اتي بي. لا هو عايز الاتبي اللي طلع دايرك. تب ما احنا عارفين? ان الكريبس سايكل بتطلع اتي بي واحد بس. صح? طيب. الكريبس سايكل بتحصل مرتين للجولوكوز الواحد. يعني بتطلع اتنين اتي بي للجولوكوز الواحد. تمام لما يكون عندي توه جولوكوز هيطلعلون كام اتي بي? نتج عندي اتي بي واحد بس في اللفة كلها. تمام الكريبس سايكل بتحصل مرتين لمين? لجولوكوز الواحد؟. يبقى هنا هيبقى اتنين للجلوكوز الواحد. طب لو عندي اتنين جلوكوز. هيبقوا فور اي تي بي. تمام كده? نرجع تاني. بسؤال نمبر تويل. نشوف كما بعض. طيب. هنا بيقول لي. آآ. عند اجسادة. يعني تنفس هوائي في وجود الاكسجن. انزى سيتو بلازم. سيتو بلازم يعني سيتو سول. آآ. يبقى انا هنا عايز عدد اللي بيطلع من الجلايكولوسيز. لان اللي بيحصل في السيتو سول ما هو بيقول لي السيتو بلازم والسيتو سول ده. السيتو سول هو سيتو بلازم. فلما يقول لي عايز عدد اللي بتنتج من الاكسيديشن بتاعة في السيتو بلازم كأنه بيقول لي في السيتو سول واختار له تو مولوكيول. هنا بيقول لي سرتي ايت ممكن الناس تتخدع. بيقول لي عشان ده قال لي اكسيديشن وكمبيليت اكسيديشن يعتبر اكسادة كاملة يعني. وبقول لي اكسيديشن اف وان مولوكيول اكسجن يعني قصد ان هو بقى دخل كريبس سايكل تمام وعمل ما تتخدعش. خلي بالك من كلمة سيتو بلازم. سيتو بلازم يعني سيتو سول. بيتم فيها اتنين اتنين انتاج اتنين من الاي تي بي اللي هو تو مولوكيول من الاي تي بي. اثناء في السيتو سول. تمام? نيجل السؤال اللي بعده. مين ما بينتجش الاي تي بي? الكريبس سايكل بتطلع اي تي بي. واي تي بي. الواحد. الكريبس سايكل واحد. الجليكولوسس بتطلع اتنين اي تي بي. تمام? في الجيرانة كان بيحصل فيها كان بيتحدى الاي تي بي مع البي ويطلع اي تي بي. اقول له ده بينتج اي تي بي. تمام? طب لا دي كان بيتكسطر فيها ال اي تي بي. يبقى هي دي الانسر بتاعتي اتبقى نمبر دي. تمام كده يا شباب? طيب. نيجل نمبر فورتين. بيقول لي هنا. طب ما انت عارف? ان الجلوكوز الجلوكوز ملوكيو الواحد بس بتلف كم مرة مرتين. طب لما يكون عندك يبقى هتلف كم مرة اربع مرات. اقول له ايه? طيب ففتين. بيقول لي ده امينو اسد. احنا شفناها من شوية. قلنا الامينو اسد والفاتي اسد بيدخل كريبس سايكل? على هيئة اسيطايل جروب. طب الاسيطايل بيبقى يرى كام كاربون? تو كاربون? يبقى اختر على طول انسر نمبر بي. اه نيجل سؤال سيكستين بيقول لي اللي بيحصل للمركب الوسطي. المركبات الوسطية دي كان بيحصل لها ايه? بيحصل لها اوكسيديشن. اوكسيديشن باي ادنج اوكسيجن? اقوله لأ. باي لوزينج اليكترون. ريداكشن ريداكشن لأ. اول اللي كان بيحصل هنا للانترميديت كومباوند. اوكسيديشن للكربون ااتوم عن طريق لوزينج اليكترون. اللي هي الانسر نمبر سي. طب لو عايزين نشوفها ركيش مشكلة. يلا نشوك. نبص كده. في امبورتنس اوف كريبس سايكل. قلنا في فيديو الشرح. ان اكسادة الكربون اتم دي بتتم عن طريق ايه? بتتم عن طريق اه? اه اه او حتى بقول لي في الكربس سايكل. ايه? يبقى الاكسادة هنا بتتم عن طريق ايه? طب يلا نكمل. نشوف كم مع بعض. عندنا سيفنتين بولي. واتس دا كونديشن ريكوايرد فور. ريليزنج سيكس كربون دايوكسايد مولوكيول. ديورينج دا ايروبيك سيلورال رسبايريشن بروستيس. ايه شرط حدوء خروج ستة من الكربون دايوكسايد. يلا نشوف كده مع بعض. بيقول لي هنا الجلايكولوسيز? لا الجلايكولوسيز ما كانش فيها خروج للكربون ايه? دايوكسايد خالص. طب الاكسيديشن اف بايروفيك اسد اندو كومبيليتينج كربس سايكل تويس اقول له اه طب ليه? يلا نرجع ونشوف. اولا لما بيت اكسد البايروفيك اسد بتاكسد لاسيطايل. تمام? اهو. كان بيتم خروج اتنين من الكربون دايوكسايد. يلا نشوف اهو قبل كربس سايكل. في عندنا هنا حصل اكسيديشن البايروفيك اسد ودينا اسيطايل. اللي هو التحد مع كو انزيم ايه واسيطايل كو انزيم ايه. تمام? فعندنا هنا لما حصل من بايروفيك لاسيطايل. طبعا البايروفيك كان سري كاربون والاسيطايل تو كاربون. فخرج هنا تو كاربون دايوكسايد. عشان عدد الكربون يقل لكل بايروفيك. عشان يوصل لاسيطايل ينزل من سري لتو كاربون بيخرج سي او طيب في الواحدة كان بيخرج هنا عشان عدد الكربون في السيتريك اسد سيكس كربون نزل في الكيتو جلوتاريك اسد وكذلك هنا من الكيتو جلوتاريك اسد الى استكسينيك اسد العدد الكربون نزل من فور فعشان كده خرق كربون دايوكسايد. طيب الكربون دايوكسايد هنا طلع اتنين كربون دايوكسايد في السيكل الواحد. طيب يبقى كربون دايوكسايد. وي قبلهم يبقى عشان كده انا اخترت ان الانسر تقول نمبر بي. يبقى الانسر نمبر بي. لكن لا الفسفرة اللي هي التأكسودية. فسفرة التأكسودية معناها اتحاد الـ مع الـ بي عشان يدي استهلاك الخليل مزيد من الاكسودية? لا. انا قلت لازم يحصل مع مرتين. تمام? نيجي من اللي بيفقد فوسفيت جروب? اكيد اللي كان في فوسفروس. يعني الجلوكوسيكس فوسفيت ولا الفركتوز داي فوسفيت ولا فسفو جليسرالدهايد او اللي فسفو جليسرالدهايد. واحد يقولي بس هنا في فوسفيت وهنا في فوسفيت وكمان هنا في فوسفيت. ليه اخترنا الفسفو جليسرالدهايد? علشان يلا نشوف. اهو. لو انت بصيت هنا علشان الجلوكوس يبقى جلوكوسيكس فوسفيت احتاج فوسفيت جروب ما فقدش هو اكتسب فوسفيت جروب اللي فقدها الـ ATB. وهنا برضو. عشان الفراكتوزيكس فوسفيت يبقى فراكتوز وان وساكس داي فوسفيت. احتاج فوسفيت جروب يعني اكتسب الفوسفيت جروب دي بتكسير الـ ATB الفوسفيت جروب اللي تلعت دخلت هنا في الكربون والنبر وان. و مال مين بقى اللي خرج لي فوسفو جليسرالدهايد ليه? لانه بعد كده تحويل البايروفيك اسد. وكلكو عارفين رمز البايروفيك. تمام? فبما ان هنا مفوهوش اي فوسفرس يبقى الفيسفو جليسرال ده ها يتفقد الفوسفيد بتاعه. حتى هتلاحظ هنا في الخطوة دي. علشان يتم اكسدة الفيسفو جليسرال ده هايد البايروفيك اسد. عندي فور من ال اي دي بي. حصل لهم ايه? اتحدوا مع فور فوسفيد جروب عشان يندين فور اي تي بي. منين الفوسفيد ده? الفوسفيد دي جاي من الفيسفو جليسرال ده هاي. تمام كده? يبقى عشان كده اخترت الانصر دي اللي هي فسفو جليسرال ده هاي. طب يلا نشوف ناينتين بيقول لي هنا. تمام. طب نسأل نفسنا مش احنا قلنا ان فيه في المقاعدة بتاعة بيطلع تمام. يبقى لما يكون عندي جلوكوز سري جلوكوز يبقى طالما الجلوكوز الواحد جلوكوز. نعملها كده زي ايكويشن. بيطلع آآ سيكس سي او تو. طب انا لو عندي سري جلوكوز. تمام كده? هيطلعه كام آآ سي او تو اكس ومعرفش. اقول له سري باي سيكس اي تين. يبقى انا هدور هنا على الكولة من لقصاد اي تين. هلاقي نمبر ايه? ايه? يبقى اختار ايه? طب لو عايزين ناكد معلوماتنا. في حاجتين يأكدون. اول حاجة بتاعة ان الجلوكوز الواحد بيطلع سيكس سي او تو. فبالتالي التلاتة جلوكوز يطلعوا اي تين سي او تو. وحاجة كمان لسه ايلنها ان هنا الجلوكوز الواحد فعلا بيطلع سيكس سي او تو ازاي? اتنين سي او تو. واتنين سي او تو. وعشان هي بتحصل كمان مرة. يبقى في كمان سي او تو. يبقى سيكس سي او تو للجلوكوز الواحد. يبقى اتين جلوكوز. اتين اتين سي او تو. طيب. يلا هنا ناخد بأسئلة على الالكترون ترانسبورت تشين. اه بيقول لي هنا هاو اللي هي سي سكس اتش تولف او سكس اللي هي جلوكوز. بلاس سكس او تو. يدينا سكس سي او تو. سكس كاربون دايوكسيد مع سكس اتش تو او. بلاس تيرتي ات اي تي بي. افكتد وين دا نامبر اف كو انزيم دي كريز الميتوكوندريا. طب انت عارف ان الات بي احنا عندنا اتنين ات بي بيطلعوا من الجليكولوس. واتنين اي بي بيطلعوا من اتنين كريبس سايكل. طيب فاضل ايه? انت كده اتنين واتنين دا انت كده اربعة. اربعة من سيرتي ايت. يعني عندك سيرتي فور ملوكي اللي من الات بيطلع في الالكترون ترانسبورت تشين. تمام? بسبب مين? الكو انزيم. طب لو عدد الكو انزيم اللي هو الناد والفاد ده. الناد اتش والفاد اتش ده. ايه اللي هيحصل? معدل انتاج الات بي برضو هيقل. فبيقول لي جولوكوز هل الجولوكوز هيكون مرة تانية? اقول له لا. الماء مش هيكون من نوادج التفاعل. اقول له لا. زي اطبعا. ليه? هنرجع دلوقتي الالكترون ترانسبورت تشين. زي اقول له لا. احنا هنا زي ما عندنا. اللي هو الناد اتش والفاد اتش توبس معي. احنا هنا كنا بنقول ايه? كنا بنقول ان 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 بيحصل هنا للكو انزيم تمام? فالالكترونز اللي خارجة دي كل ما ينتقل من لفل لليفل تاني يخرج الانرجي. الانرجي دي بتستخدم في ايه? ربط ال اي دي بي مع البي عشان يدينا اي تي بي. فده اساسه مين? الكو انزيم. طب لو الكو انزيم عددها قل. فبالتالي برضو انتاج ال اي تي بي هيقل. خصوصا انت عارف معلومة بتقول لك ان كل ناد اتش بيونتج سري اي تي بي. وكل فاد اتش توب بيكون اتو اي تي بي. تمام? طيب يلا نكمل. طب نيجي هنا بقول لي هاو? ازاي اكسادة الجلوكوز في اه حالة التنفس الهوائي بتحصل? طب يلا نشوف احنا لسه مجونها في السؤال. بس نقول تاني. باتحاد الجلوكوز مع الاكسجن? طبعا اه وهي الاكسادة هنا وتحصلش عن طريق اتحاد اه جلوكوز بالاكسجن. بدليل ان الجلوكوليسيز حصلت في الاول اه بدون الحاجة المين? للاكسجن. يعني ان احنا قلنا الجلوكوليسيز بتحصل ما بيفرقش. يعني في الايروبك او الان ايروبك. طيب كاني حاجة كده بيقول لي. باي لوزنج هايدروجين فروم جلوكوز? لا هو لوزنج الكترون مش لوزنج هايدروجين. باي كومباينينج ده جلوكوز وزهايدروجين? لا. ايوة الاكسادة هنا كل ده كان عمليات اكسيديشن. والاكسيديشن اف كربون اتم تمت عن طريق لوزنج الكترون. او ايه? فروم جلوكوز. او من الكربون اتم اللي موجودة في الجلوكوز. يبقى هنا عمليات الاكسيديشن تمت عن طريق لوزنج الكترونز. تمام? طيب نيجي لتوني تو بيقول لي للسألين. مين اللي يقدر يعني يحصل في وجود او غياب الاكسيديشن في الجلوكولوسيس اقول له اه طبعا الجلوكولوسيس دي هو اللي بتحصل في الايروبيك او يعني بتحصل في وجود او غياب الايه? الاكسيديشن. لكن ده كده لازم يكون فيه اكسيديشن عشان هندخل على على الرغم ان احنا شرحنا قلنا ان نفسها ما بتحتاجش لايه? ما بتحتاجش ليه وجود الاكسيديشن بس وجود الاكسيديشن مهم جدا بعد كده علشان هو بيعتبر في الالكترون ترانسبورت شين. وانت عارف طالما حصلت كريبس بيعقوبها ايه? اه طالما حصل كريبس بيعقوبها الالكترون ترانسبورت شين. ستريك اسد سايكل اقول له لا. دي برضو لازم لانه ده كريبس سايكل وده بيتم في وجود الاكسيديشن. الفاسفورة التأكسودية. احنا عندنا كل ده محتاج وجود الاكسيديشن. اما اللي بيتم في وجود او غياب الاكسيديشن هو الجليكولوسيس. عندنا هنا نمبر تون سري. هو ايه اللي كان بيحصل له? طبعا هو اللي كان بيحصل له? انه هو بيحصل له زي عمليات ريداكشن. تمام? يبقى انا هنا بادور على ان هو ريداكشن. فين بقى زيار اكسيديز اقول له لأ كان بيحصل له ريداكشن. زيار ريديوز ديورين كريبس سايكل اقول له او. ليه? لانه كان من النات بوستف ده كان بتحاول النات اتش. يبقى هو كان بيحصل له عملية ريداكشن. زيار اكسيديز لا. ريداكشن ده اثناء الكريبس سايكل. اما اثناء هو كان بيتحاول لنات بوستف فكده بنقول ان حصل له اكسيديز. يبقى ها اثناء الكريبس سايكل حصل له ايه? حصل له ريديوز. اختزم. طيب نكمل. اتوني فور. اف تو اه اف ات وود بي بوسبول لو امكن تستوب اف كريبس سايكل. يعني لو امكن وقف التفاعلات لحد ما وصلنا المين? يعني قدرنا نخرج الانرجي من الكو انزيم. الكو انزيم تعرف مين الكو انزيم اللي هو الناد اتش والفاد اتش تو وكلام ده. وبقول لي لو انا وقفت الراكشن عند الساكسينيك اسد. وقدر تخرج الانرجي من الكو انزيم. اف اي تي بي مولوكيول ذات او رزلتد انديريكتلي انديريكتلي يعني من الكو انزيم. تمام? مش اي تي بي طالع مباشر. لا انديريكتلي. اف بيروفيك اسد. يبقى انا لازم هعمل ايه? لازم هرجع للبيروفيك اسد. علشان نوصل. هنلاقيهم هما في الاخر. وانت عارف ان الناد اتش الواحد بيتفكي بتلاتة اي تي بي. يبقى عندي هنا هيبقى كام? طب انا عايزة اشوف الكلام ده على الراسم. نشوف الكلام ده على الراسم. يلا. انا عندي هنا البيروفيك اسد الواحد علشان يحصل له اوكسيديشن ويدي اسيطايل كو ايه? فيه بتحول لواد ناد بوستف بتحول لواد ناد اتش. يعني حصل له كتبالك على الراسمة. تمام? طيب. واحد يقولي بس دول تو. هما تو ناد اتش. علشان تو بيروفيك. احنا هنتكلم عن بيروفيك واحد. يبقى بيروفيك واحد هيحتاج كم من دول هيطلع لي كم وان ناد اتش. طب بصلي كده. ومن السيتريك اسد للكيتو جلاتاريك اسد. كم ناد اتش? كمان وان. يبقى كده تو. من الكيتو جلاتاريك اسد لحد السكسينيك خلي بالك قال لك امكان وقف التفاعلات عند مين? عند السكسينيك. كمان ناد اتش. يبقى ناد اتش. ادي وان تو. وهناخد واحد من الاتنين دول. علشان دول لتو بيروفيك. وحنا عايزين لبيروفيك واحد. يبقى سري ناد اتش. وكل ناد اتش بيتفك بيه تلاتة اتبين. يبقى ممكن نحصل على تمام? نركز بقى في ولي فروم دا اوز الدياجرام طب يلا. الدياجرام اللي جابهولي ده عبارة عن ايه? يبقى اللي دي الميتو كوندريا. يبقى المرحلتين اللي بيحصلوا هنا. دي كده كريبس سايكل ودي الكترون ترانسبورتشين. طب ليه عرفت ان دي هي الكريبس سايكل نمبر تو? علشان خارج منها الناد اتش والفات اتش توري حين لنمبر ون اللي هو الالكترون ترانسبورتشين. فقول له نمبر تو ده بيضي نقصد بيها كريبس سايكل. تمام? ونمبر ون دي قصدنا بها الكترون. ترانسبورت. عشان. تمام? طبعا نجاب لكم اول الجلوكوزم اللي حصل له جليكولوسيز وتم انتاج اتنين اي تي بي. هاي اللي اتنين بايروفيك اسد الناتج من الجليكولوسيز. طبعا انا هيحصل لهم اكسيديشن لاسيتايل. والاسيتايل هيدخل هنا في ايه فين? في كريبس سايكل. وبعد كده الكوين زي من الناد اتش والفات اتش توري يروح للالكترون ترانسبورتشين. عشان يخرج الايه? يخرج الانر. طب يلا نشوف كده مع بعض. بيقول لي هنا احنا عايزين نعرف مين عن اكس وواي وزد وال. طب الاكس ده ممكن يكون ايه? كربون دايوكسايد ولا اتش تو او ولا ات بي ولا اوتو. داخل لي مين? الالكترون ترانسبورتشين او الاكسجن. طب ليه? عشان احنا قلنا ان الاكسجن هو المستقبل الاخير في سلسلتنا للالكترون. تمام? يبقى يبقى مين? الاوتو. طيب بيقول لي بعد كده يبقى ما فيش اجابة اساسا فيها اوتو غردي. يبقى المفروض الاجابة دي صح. بمشي بقى. هل الواي ات بي? ده بنا هشوف. الواي خارج من الالكترون ترانسبورتشين. اه ده ات بي. تمام. طب هل زد هي الاتش تو او? طب نشوف كده فين الزد? الزد دي برضو خارجي هنا من الالكترون ترانسبورتشين. مش احنا قلنا ان الاكسجن هو وهي اتحد مع الهايدروجين. ويدينا هنا اه اتش تو او. يبقى ده اتش تو او. تمام? طيب. بعد كده بيقول لي هل الال ده سي او تو? هل اللي خارج من كريبس سايكل هنا سي او تو? اه طبعا. احنا قلنا كريبس سايكل بتطلع تو سي او تو. اتنين كربون دايكسايد في المرة الواحدة. يعني في المرتين بتطلع فور سي او تو. يبقى الال ده ينفع ايه? سي او تو. يبقى قل له هنا الانسر نمبر دي هي الصح. طيب بيقولي. طيب مين نمبر وان? قلنا عليها. دي اللي فيها الناد اتش والفاد اتش تو بيحصل لهم عشان ايه? خرجوا الايه? او الالكترون عشان ايه? تستخدم في انتاج الايتي بي. فاقول له اه طبعا بيحصل هنا ايه? طيب نيجي بعد كده هنا بقولي كونزيم لأ. لان الناد اتش بتحول الناد بوزد. الفاد اتش تو بتحول لفاد يبقى ده اوكسيديشن وليس الريدكشن. لما بيتحول الناد اتش او فاد اتش تو ده بيبقى اسمه الريدكشن. خروج الس او تو بيحصل من بروسس نمبر تو مش ون. هو بيسألك عن ون. لأ ده احنا عندنا هنا ال او تو هو اللي ايه? اللي داخل عندي اللي هو نمبر ايكس ده. بيطلعنا اتش تو او. تمام? طيب بيقولي مباشرة نمبر تو اللي هي الكريبس سايكل. طيب الوان بايروفيك اسد ملوكيول. طيب الوان بايروفيك اسد كريبس سايكل بتحصل له كم مرة? بتحصل له مرة واحدة بس. فعلشان كده هيطلع وان اي تي بي اللي هو بتاع السايكل. انت عارفوا السايكل بتاعت البايروفيك بتاعت الاستايل جروب اللي هي نتجة عن البايروفيك. كريبس سايكل بتلفلها مرة واحدة بس وبتطلع وان اي تي بي فقط. تمام? لو عايزين طبعا نشوف الشكل ده مفيش مشكلة اهو. عشان بس الناس تتأكد. نرجع اهو. كان محتاجة في الاول مين? اللي محتاجة علشان عندي هنا مع توق الكترون. وهي زي ما قلنا ويكون دي التانية ان الواحدة بتاعت البايروفيك الواحد او الاستايل الواحد بتنتج فقط. اهو. تمام? نرجع. عندنا هنا في بيقول لي زا اوزة الشكل قدامي ده بيوضح بيستخدم في الكشف عن عملية التنفس في الهيست. ايه اللي بيحصل لنقطة الحبر? طيب لما يجيب لي هنا يعني هيحصل اللي اسمه الكوحول الكفرمنتيشن. طيب ده بينتج عنه ايه? طيب عن بيطلع اتنين ايسايل الالكوحول واثنين كاربون دايوكسيد مع كمية من الانيرجي مقدرها اتنين اي تي بي. يعني فيه غز سي اوتو هنا هيطلع. طيب السي اوتو ده هيعمل ايه? هيحرق نقطة الحبرة دي البره. يبقى تصاعد السي اوتو. تمام? لما يتصاعد. هيحرق الانك دروب للخارج. فبيقول لي اتموف زي كويك لانورد هتتحرك بسرعة للداخل. اقول له لأ. اتموف سلولي انورد هتتحرك ببطء للداخل. اقول له برضو لأ اتموف زي اوتورد ايوة بسبب تصاعد مين? السي اوتو. تريمين زي كونستانت. لأ الغاز اللي طالع هنا هيحرقها البره شوي. تمام? نكمل. عندنا هنا توني سيفن? بيقول لي اه اللي هو طبعا دي معدلة سي اوتو. اه بينطجه. امتى سي اوتو بيخرج? بيخرج قبل كريبس واثناء كريبس. طيب بيقول لي هنا. اقول له لأ الجليكولوس از ما كانش فيها خروج لمين? للسي اوتو. ديورين كريبس سايكل اونلي. ديورين كريبس بيطلع اتنين اي تي بي. اتنين سي اوتو. تمام? ماشي. طب بفور عند ديورين كريبس اقول له اه. لان قبل كريبس سايكل في اتنين سي اوتو بيخرجه. واثناء كريبس سايكل في اتنين سي اوتو بيخرجه. فلما كريبس سايكل بتحصل مرتين. بيبقى عندي كمان اتنين سي او تو. يبقى كده المجموع عندي كام سي او تو للجلوكوز الواحد. اثناء الالكترون ترانسبورتشين. لأ ما كانش في اي علاقة هنا بالسي او تو. وقلتها واقولها تاني عشان لو حد فاتها الفيديو على السؤال ده بس. بصوا معي اهو. احنا عندي هنا قبل الكريبس في اتنين سي او تو. واثناء الكريبس سايكل في اتنين سي او تو. وهتلف كمان لفة للبيروفيك التاني. يبقى هنا هيبقى في كمان اتنين سي او تو. يبقى مجموع السي او تو اللي طالع سيكس سي او تو. يبقى نيجل توني ايت. بيقول لي هنا بيقول لي اتش تو او. لا سي او تو ده بيفكرك بمين? بالبلاند. كاربون دايوكسايد مع الووتر بالبروسس اكس. اقول له اه ده دي. فوتو. بروسس. يدينا جلوكوز. طب والجلوكوز يحصل له ايه? عشان ديني سرتي ايت ايتي بي يحصل له جلوكوز اوكسيديشن. اللي هو تمام. بيقول لي عشان يعمل بروسس ده بلاند. فوتو سينسس مع اوكسيديشن الاتنين يبقى ده بلاند. بين اقول له اقول بين بلاند. طب النبات الفول. طب اليست? لا اليست بيعمل انارابيك رسبايريشن. طب السابروفيتك بكتيريا برضو بتعمل اللي هو الاسدك يعني دي بتعمل اسدك فرمنتيشن ودي بتعمل اه والي يستقل لك فرمنتيشن. الاميبة لأ احنا عندنا لازم يكون بلاند عشان يعمل فوتو سينسس. هل الاميبة بتعمل فوتو سينسس? لأ طبعا. طب نيجي لتوني نايم بقول لي اللي بيستقبل الهايدروجين موجود في الاتنين في السيتوسول في مرحلة وفي الميتو كوندريا. هل الفاد? اقول له لا الفاد انا ما شفتهش غير في كريبس سايكل. النات بوست بقول له اه هو اللي انا شفته معايا في في الكريبس سايكل. لا الكو ايه ده بيبقى بي فور كريبس سايكل. سيتوكروم لا ده بعد كريبس سايكل. لكن احنا هنا عندنا آآ اللي شفته معايا في السيتوسول والي اوتو كوندريا هو النه ميتو كوندريا تمام? لو رجعت للكريبس بشتلاقي فيها اي فاد خالص والفات ده ما ظهرش غير في الكريبس ايه سايكل بس لكن اللي ظهر في الاتنين في الجليكولوس والكريبس سايكل هو الناد بوز كان بيحصله الريدكشن وتحاول الناد اتش تبني جليكولوسشان نمبر سيرتي واللي واتزا نمبر ايتي بي مولوكيول ذات ار فورمت انزا الكترون ترانسبورتي تشين اند رزالت فروم اكسيديشن اوف وان جولوكوز مولوكيول ايه عدد جزيئات الات بي اللي تكونت اثناء الالكترون ترانسبورتي تشين واللي نتجت من اكسادة وان جولوكوز مولوكيول بس النفسي هو انا الجليكولوسش طلعت كم ايتي بي اتنين ايتي بي والكريبس سايكل مرتين طلعت كم ايتي بي برضو اتنين ايتي بي ده باثنين واثنين كم اربعة نشيل الاربعة من سيرتي ايه يتبقى لي سيرتي فور يبقى هنا اهو انت لو رجعت الحسابات الات بي اساسا بس انت المفوض الموضوع يكون في دماغك اهو بصلي كده الجليكولوسش طلعت كم اتنين ايتي بي تمام دي مين الجليكولوسش طلعت اتنين ايتي بي وعندنا هنا الكريبس سايكل برضو طلعت اتنين ايتي بي بصلي كده عند السهم كريبس سايكل ما طلعت اتنين ايتي بي طب تو بلاس تو ايكوال كم فور من سيرتي ايت يبقى كم فور من سيرتي ايت ايكوال كم يا شباب سيرتي فور نكمل. بقول لنا في سرتي وان. اه اه انتاج الطاقة. هل انتاج الطاقة ده في الميتو كوندريا انلي? ولا السيتوسول انلي? ولا الميتو كوندريا وسيتوسول ولا لا اقول له الميتو كوندريا وسيتوسول ليه? انت عندك اللي تمت في السيتوسول انت طلعت اتنين اتي بي. والكريبس سايكل اللي ما بتحصل مرتين برضو طلعت اتنين اتي بي. تمام? وبعد كده لما بيحصل فيه اوكسيديشن للكو انزيم بيطلع اتي بي. يبقى في الميتو كوندريا وسيتوسول اتنين. فبنيجي شوف كده مع بعض. بيقول لي هنا. احنا بنوصفها على انها ايه? هل مولوكيولز كاريز مولوكيول كاريورز ذات تشينج بي تشينجين انزيم? حاملات للجزيئات بتتغير وتغير الانزيمات اقول له لا. دي مرحلة للفاسفورة التاكسودية ولا اوكسيديشن اند رداكشن? لا بوصف سلسلة نقل الالكترون دي على انها اوكسيديشن اند رداكشن راكشن. مش اكسو سيرميك راكشن مش 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 راكشن طارد للحرارة. اوكسيديشن اند راكشن. ليه? احنا عارفين هنا طبعا اللي اللي تم عندنا هنا ان الكو انزيم كانت وصلت لمرحلة ان هنا تقيتش وفاد ايه اللي حصلها هنا? حصلها في الالكترون ترانسبورت عمليات اوكسيديشن. فلما حصلها اوكسيديشن بدأ الالكترون اهو بص معايا كده. اهو نرجع. يبقى اللي كان بيحصل هنا اوكسيديشن طبعا بص معايا في الامبورتانس. نشوف كده الامبورتانس بتاعت الالكترون ترانسبورت مال كيسا. الكلام ده كان بيتم ازاي? كان بيتم عن طريق ان هما بيحصل لهم اوكسيديشن. اهو يعني احنا عندنا هنا الناد تحويل لكة الناد يجبين اكسيديشن وبيحصل لك اوكسيديشن. Introduction. تمام. وبعد كده بيدينا الفات اليها باي بحصل لك اوكسيديشن. فهنا العمليات دي كانت عمليات ويحنا عارفين طبعا ما فيش عمليات الاوكسيديشن بدون ريداكشن. في هنا كانت سلسلة من تفاولات الاوكسيديشن اند ريداكشن. طب صرت تسريه? يلا نشوف مع بعض. بيقول لي هنا اكبر كمية من الانرجي بتخرج مباشر. يعني بتخرج على هيئة مين? بتخرج على هيئة اتي بي. الجلايكولوسس بتطلع اتنين اتي بي. بتطلع اتي بي. الالكترون ترانسبورت تشين عندنا هنا مش مطلع اتي بي دايريكت يعني هي. هو بقول لي عايز هنا دايريكتلي. اقول له لا. الالكترون ترانسبورت هتبقى الالكترون لأ مفيش لان اللي طلع فيها اتي بي بس ان دايريكتلي. فيه اكبر كمية من الاتي بي طلع مباشرة في الجلايكولوسس طلعت اتنين اتي بي مرة واحدة. تمام? يبقى الانصر عندي تبقى نمبر ايه? طيب. نيجي بعد كده. بقولي. مين اللي مش هيحصل في حالة غياب الاتي بي? الجلايكولوسس اقول له اطبعا. ليه? انت علشان تبدأ الجلايكولوسس اساسا محتاج اتنين اتي بي. اهو. واحد اتي بصلي هنقولها لك على الرسم. بقول لي هنا. الاتي بي انت الفوسفيت جروب دي تدخل على الكربونة نمبر سكس فيه الجلوكوز ويدي الجلوكوز سكس فوسفيت. ومحتاج كمان اتي بي يتكسر عشان الفراكتوز سكس فوسفيت. يتحول عندي هنا برضو الفراكتوز وان وسكس داي فوسفيت. خلاص كده يا شباب. طيب. يبقى احنا عارفنا هنا ان احنا هي الجلايكولوسس اللي محتاج اتي بي ومش هتحصل بدون وجود اتي بي. زلاستي كويتشن معانا في الفيديو بتاع النهاردة يا شباب. عشان ما يتوالش مننا. طبعا اللي هو التنفس اللي هواي ده اللي هو بتاع البكتيريا بينتج عنه اتنين اتي بي فقط. فتبقى الانصر عندي نمبر ايه? اللي هو لو حابين نشوفها اهو. بصوا معايا كده. الاسيديك فيرمنتيشن اهو. الاسيديك فيرمنتيشن بتاع البكتيريا بيطلعتهم اهو اهو لاكتك اسد وبيطلع معهم اتنين اتي بي. لو انت بصيت كده اهو 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 ادي الاسيديك فيرمنتيشن طلع اتنين اللي هو اللاكتك أسد ومعاهم اتنين يبقى كمية الاتب اللي خرجها كان اتنين اي تي بي شباب ده كان الفيديو بتاع النهاردة اتمنى تكونوا فهمتوا الفيديو الجاي ان شاء الله هنكمل فيه حل الأسئلة وهنحل معاه أسئلة كمان الهاي لفل اوف سينك اتمنى تكونوا فهمتوا يا شباب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته